اشتركوا في القناة ألف بحكي لي عند حساب العزم المحصل المؤثر في جسم فإنني أهمل القوة التي يمر وخط عملها في محور الدوران أهمل القوة مش قصده أهمل نفس القوة لأن القوة مش موجودة يعني ما في قوة في قوة لكن قصده بهمل عزمها المحصل يعني ما إلها عزم طب ليش لو كان عندي ذراع بهذا الشكل مثلا هي بحور الدوران وأثرت عليها مثلا بـ F1 F2 F3 إلى آخره وإحدى القوة تطلعوا كانت هيك F4 هسا تعال اعمل خط عمل لـ F4 شوفوا هذا خط العمل بتلاحظوا أنه خط عملها بمر وين في محور الدوران صح؟ هذه ما إلها عزم هذا معنى كلامه في هاي الحالة ما بيكون إلها عزم السؤال ليش؟ الجواب لأن انت بتعرف قانون العزم اللي هو تاو يساوي F في R في ساين ثيتا أما F موجودة إلها قيمة ثيتا تسعين مثلا ما عندي مشكلة لكن R اللي هي متجه الموقع يعني بين محور الدوران ونقطة التأثير كم؟ بتلاحظوا هون محور الدوران ونقطة تأثير القوة نفسهم يعني ما في بينهم مسافة يعني R0 هذه بتكون صفر فبطلع الجواب كله صفر هل سألنا؟ ثم سألنا شو نكتب؟ شو نحكي؟ نحكي لأن متجه الموقع لهو R لهو R حينئذن يساوي صفرا وبالتالي العزم كله بطلع صفر هذا بالنسبة لفرع ألف أعتقد أنه واضح إن شاء الله سهل باب باب حكي لي يعتمد عزم القصور الذاتي لجسم على موقع محور دورانه يعني لو كان عندي لوحة خشبة زي هال وقلت لك كم عزم قصور الذاتي بتقول لي وين المحور فإذا أنت حط المحور في النص بعطيني قيمة أنقل المحور محور الدوران حطه على الطرف تتغير قيمة الإنيرشة اللي هو عزم القصور الذاتي فالسؤال ليش؟ الجواب لأنه عزم القصور الذاتي مر معنا يعتمد على توزيع الكتلة حول محور الدوران كلما كانت الكتلة قريبة من محور الدوران مضبضبة وململة معليه يكون الإنيرشة قليل خفيف يعني التحريك سهل تدويره سهل وكلما كانت الكتلة بعيدة عن المحور توزيعها بعيدة فارشة واسعة يصير الإنيرشة كبير تمام؟ يعني تحريكه صعب إذن السر إنه توزيع الكتلة تغيير المحور لما أغير مكان المحور يتغير توزيع الكتلة فمثلا لو كنت مأخذ محور الدوران على الطرف هون حين إذن لو كان هذا محور الدوران تبعي ماشي راح نلاحظ إنه فيه جزء من الكتلة اللي هو هاد طلعوا قداش المسافة بينه وبين محور الدوران مسافة بعيدة يعني صار في عندي جزء من الكتلة بعيد فالإنيرشة كبير أما لو أخذت محور الدوران في النص راح تلاحظوا إنه هذه الكتلة نفسها طلعوا صارت المسافة بينها وبين المحور صغيرة شوفوا الفرق فصارت أقرب على المحور بقل الإنيرشة تمام؟ إذن شو راح نجاوب نحكي لأن عزم القصور الذاتي يعتمد على توزيع الكتلة حول محور الدوران والذي والذي أي شو والذي يعني توزيع الكتلة والذي يتغير بتغير موقع محور الدوران إذن وين محور الدوران موجود؟ بناء على مكانه راح تلاحظ أنه توزيع الكتلة تغير وبالتالي الإنيرشة تغير تمام؟ والمثال هذا واضح أعتقد طيب هذا فرع ألف وفرع باب بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو أصلا فرعين ننتقل لسؤال ثلاث بس ما في وسع فراح أضطر إني أمحي سؤال اثنين تمام؟ نيجي على سؤال ثلاث سؤال ثلاث بحكي لي أقارن بين كتلة جسم وعزم القصور الذاتي له حاضر بده أقارن بين كتلة الجسم وبين عزم القصور الذاتي الذاتي طيب أصلا بدك يعني أقارن بينه من أي ناحية دائما المقارنة يعني شو أوجه التشابه والاختلاف هذه المقارنة لو دائما تقارن بين شغلتين يعني دائما تشوف بإيش بتشابه وبإيش بيختلفوا أما التشابه فالكتلة وعزم القصور الذاتي الاتنين بيشتركوا في كونهما مقياسا لممانعة الجسم لتغيير حالته الحركية يعني إذا كانت الكتلة كبيرة وعزم القصور الذاتي كبير فتحريك الجسم صعب إذا كانت الكتلة قليلة أو عزم القصور الذاتي قليل تحريك الجسم سهل حلو اللهم أن كتلة الجسم هي مقياس لممانعة الجسم لتغيير حالته الحركية الانتقالية انتقل من ايه يروع على بي تمام أما عزم القصور الذاتي فهو مقياس لممانعة الجسم لتغيير حالته الحركية الدورانية لو عندي قرص بدي أدوره كل مكان عزم قصوره الذاتي كبير تدويره صعب صغير تدويره سهل تمام إذا الاتنين بشو بيشتركوا الاتنين إنه مقياس لممانعة لممانعة الجسم لتغيير حالته الحركية أني وحدة الانتقالية طيب والتاني نفس الكلام مقياس هذا التشابه مقياس لممانعة الجسم لتغيير حالته الحركية الدورانية تمام فالثنين هم مقياس للممانعة يعني بناء على قيمتهم بعرف أن التحريك سهل أو صعب هذا معناه طب بإيش بيختلفوا كتلة الجسم يا جماعة هي مقياس ثابت للجسم نفسه أم متغير ثابت ثابت إذن هي صفة ذاتية للجسم ما بتعتمد على أي عامل آخر واضح؟ يعني أنا عندي جسم كتلة خمسين كيلو جرام حسن سواء كان على سطح القمر على سطح الأرض جوه البحر على الجبل وإيما بدك يا ما عندي مشكلة كتلة ستبقى كما هي خمسين كيلو جرام ستبقى خمسين كيلو جرام ثمانين كيلو جرام ستبقى ثمانين كيلو جرام فهذا من قياة صفة للجسم ما يلو علاقة بإشي تاني طيب عزم القصور الذاتي لا زي ما شفنا في السؤال اللي قبله غير محور الدوران لحظة الجسم نفسه العصائل الخشبية نفسها ما لعبنا فيها اللهم محور الدوران لما كان في النص أعطاني إنيرشا لما حطيته على الطرف بس غير مكان المحور بتغير الإنيرشا مع أنه نفس الجسم ما تغير صح؟ إذن عزم القصور الذاتي ليس صفة ذاتية للجسم ليس صفة ذاتية للجسم وإنما يعتمد على موقع المحور يعني هاي بيسموها الصفات نسبية هو صفة إضافية أو نسبية يعني تتغير بحسب موقع محور الدوران تمام؟ إذن بإيش بتتفقوا بتشابهوا اثنين مقياس لها ومانعت الجسم بتغيير حالته الحركية اللهم الكتلة انتقالية والعزم القصور الذاتي دورانية طيب بإيش بيختلفوا بيختلفوا إنه الكتلة ثابتة للجسم نفس الجسم عندي جسم أنا أنا كتلتي ثابتة ما بتتغير طيب عزم قصور الذاتي لا ليس ثابتا إذا حطت لي محور الدوران في النص بعطيني قيمة حطت لي محور الدوران على طرفي قيمة جديدة فهمنا؟ تمام هذا بالنسبة للمقارنة ننزل على سؤال أربعة سؤال أربعة بيحكي أقارن أسف ذهبت عرين وفرح إلى مدينة الألعاب في عيد الفطر كل عام أنت بخير وركبتا لعبة الحصان الدوار حصان الدوار زي قرص هيك تمام وفي عنا بيكون محور دوران طيب حيث جلست عرين على حصان قرب الحافة الخارجية للصفيحة الدائرية يعني هون هاي الحافة الخارجية هاي الدائر هذا عرين أجد جلست هون هاي عرين بينما جلست فرح على حصان في منتصف المسافة بين عرين ومحور الدواران الثابت يعني أجد هون فرح تمام هذا الشكل اللي عندي طبعا هذا حصان أو القرص دوار يعني في عندي سرعة أميغر بدور عدة دوران اللعبة بسرعة زاوية ثابتة له أميغا أي الفتاتين عرين أم فرح مقدار سرعتها الزاوية أكبر الجواب متساويتان متساويتان ليش أستاذ هذه قاعدة مرت معنا دائما الجسم الذي يدور جميع النقاط الواقعة عليه أي نقطة واقعة عليه جميع النقاط الداخلة في تركيبه أو تكوينه أو الملتصقة به كلها بيكون لها نفس الإزاحة الزاوية نفس السرعة الزاوية نفس التسارع الزاوي هذه قاعدة يا أستاذ يعني لو عندي كرة أرضية جميع البشر اللي عليها إذا كانوا واقفين عليها بس بتحركوش يعني إذا كل واقف على الأرض والأرض بتدور حوالي نفسها جميع من على الأرض يحقق الإزاحة الزاوية نفسها الجميع بيكون يتحرك بنفس السرعة الزاوية الجميع بيكون يتحرك بنفس التسارع الزاوي وهذه قاعدة ما بدنا ننساها دائما الجسم الجسم الذي يدور جميع النقاط التي تقع عليه أو داخله جميع أجزاؤه تتحرك بنفس الإزاحة الزاوية وبنفس أوميغو وبنفس ألفة تمام؟ طيب ننتقل لسؤال خمسة سؤال خمسة لكن برضو ثلاثة وأربعة رح أمحيهم وإن شاء الله أنهم كانوا واضحات وسهلات عشان ننحل سؤال خمسة طيب ننتقل إذن لسؤال خمسة سؤال خمسة بحكي لي أحلل وأستنتج يبين الشكل ثلاث حالات لقلم يدور حول المحاور الموضحة في الشكل تلاحظوا نفس القلم يعني نفس الكتلة نفس الجسم اللهم شو غيرنا؟ مكان المحور حلو طبع تغيير المحور شو معناه؟ مدام غيرت مكان المحور معاته الإنيرشة تغير هي نفس الكتلة لكن توزيعها قربها وبعدها عن المحور تغير إذن الإنيرشة تغيرت ماشي أرتب الحالات الثلاث من حيث مقدار العزم اللازم لتدوير القلم من الأسهل إلى الأصعب طيب العزم هو تاور إحنا بنعرف أنه تاو يساوي أو سيجما تاو تساوي آي ألفة صح؟ إذن ما العلاقة بين تاو اللي هو عزم الدوران وبين آي اللي هو عزم القصور الداتي طحظوا العلاقة بينهم شو ما لها؟ طردية بمعنى كل ما كان الإنيرشة كبير يعني تحريك الجسم تدويره صعب بدك تسير عزم أكتر عشان تقدر تحركه لأنه صعب وكلما كان الإنيرشة قليل يعني تحريكه سهل معتوا بيكون بدك عزم صغير تفهمنا؟ حلو فهو بيقول لي وين بلزمني عزم كبير وين بلزمني عزم صغير عشان أعرف لازم بالأول أحدد مين الإنيرشة إله كبير اللي بيمتي لك إنيرشة أكبر بيكون بده عزم أكبر يعني بيكون تحريكه صعب واللي بيمتي لك عزم أقل راح يكون العزم اللي بده إياه أقل يعني تحريكه سهل فهمنا؟ إذن كله بيعتمد على I لو أجينا طلعنا على الأول الأول هاي راح نشوف الثاني والثالث وندرسهم هسا لو أجينا على الأول بتلاحظوا هاد بس ما نفتحش نفسكه على الأكل هسا هذا زي سيخ الكباب صح؟ السيخ الكباب بكون حط اللحم عليه بتلاقي اللحم شو عامل برص اللحم على السيخ فبتلاقي كل كتلة اللحمة وين قريبة على محور الدوران اللي هو السيخ صح؟ هون شايفين هاي محور الدوران معتوا كل الكتلة تبعة القلم بتلاحظوا وين قريبة جدا من محور الدوران إذن هون بنلاحظ توزيع الكتلة قريب جدا من محور الدوران صح؟ معتوا شو لتوقعوا الإنيرشة إلو؟ صغيرة إذن هون رح يمتلك إنيرشة صغيرة جدا طيب نيجي على اتنين اتنين بتلاحظوا محور الدوران جاي على الطرف معتوا تطلعوا مثل الكتلة اللي هون قديش بعيدة عن المحور صح؟ صار في عندي جزء من الكتلة كثير بعيد عن المحور كلما كان فيه يعني توزيع الكتلة صار بعيد يعني الإنيرشة كبير إذن هون بنلاحظ أنه توزيع الكتلة بعيد جدا عن محور الدوران طيب إذا كان بعيد معتوا الإنيرشة إلو كبير جدا إذن إنيرشة إلو كبير جدا طيب ثلاث ثلاث بتلاحظوا الكتل أطرافها بعيدة عن المحور لكن بعدها شايفين مثل الطرف هذا أو الطرف هذا بعده عن المحور مش زي هذا أقل فهذا جاي وسط له بعيد كثير زي هذا وله قريب كثير طلعوا هذا طلعوا بس هذه المسافة قريب جدا من المحور فهذا وسط إذن هون بنلاحظ أنه توزيع الكتلة متوسط في البوعد عن محور الدورة وبناءً عليه آي رح يكون متوسط وبناءً عليه خلصنا هيك مين اللي تدويره سهل هو بده من إيش بده من الأسهل يعني بده نبدأ بالسهل نرتبهم بهذا الاتجاه هيك يعني هيك بصير أصعب وهون أسهل كل ما رحنا على اليمين يعني بزاد صعوبة مين أسهل واحد فيهم يعني مين بيحتاج تاو صغيرة اللي معاه آي صغيرة مين؟ واحد ثم تمام بعد هكي المتوسط لأنه معاه آي متوسطة معناته تاو إليه متوسطة معناته تحريكه متوسط في الصعوبة اللي هو ثلاثة ثم آخر إشي اتنين ليش؟ لأنه اتنين الإنيرشة إليه كبير تحريكه صعب فبده عزم دوران كبير هذا أعتقد حل مفصل ما عليه أي غبار طيب نجح سؤال ستة سؤال ستة بيحكي لقطعة بوليسترين على شكل خارطة المملكة الأردنية الهاشمية كيف أحدد مركزة كتلتها عمليا هذا شرحنا بالتفصيل أثناء البطاقة يعني لكن خني أعيده سريعا مثلا لو جبنا خريطة الأردن تقريبا هيك وين مركز الكتلة باجي شو بعمل باخذ أي ثقب وبعلق الخريطة منه هاي ثقبتها بهون وعلقتها بخيط شو رح يصير في الخريطة رح يصير تتأرجح صح لحد ديت ما تسكن لما تسكن طبعا هاي رح تتحرك رح تنزل وتسير هيك صح باجي شو بعمل بعد ما علقتها بالخيط نزلت باجي ببرسم خط عمودي هذا الخط يعني أنه مركز الكتلة يوجد على هذا الخط طب وين بالضبط بعيد العملية مرة تانية بس بثقب في مكان جديد يعني باخذ مثلا ثقب جديد هون تمام وبعلق منه شو رح يصير الآن في الخريطة رح تنزل صرت تتأرجح لما تسكن بعد ما تسكن باخذ خط عمودي تاني طبعا بتكون لفات فباخذ خط عمودي فبسير عندي خطين نقطة تقاطعهم هي مركز الكتلة إذن كما مرة باجي بالخريطة بثقبها رح تلاحظوا أنها بتتأرجح لما تسكن سكنت برسم خط عمودي بعدين بثقبها من مكان تاني بمسكها منه شو بتلاحظوا سرت تتأرجح لأن تسكن برسم خط عمودي نقطة التقاطع هي مركز الكتلة طيب خلينا نروح الآن على سؤال سبعة سؤال سبعة سؤال سبعة سؤال سبعة بيحكي لي يقفز غطاس عن لوح غطس هي لوح الغطس وهي البركة حوض السباحة وهي المي الآن الغطاس بيكون واقف هون شو بعمل بيجي بيقفز عشان ينزل على البركة تمام احكي لاحظنا أنه بعد مغادرته لوحة الغطس بدأ بالدوران قفز وبلش الغطاس هاته شو ماله يدور يلف أثناء الدوران شو عمل ضم قدميه وذراعيه نحو جسمه لم حاله يعني أول مثلا ما بده يقفز بتلاقي فارد إيدي زي هيك لما قفز وبلش يدور شو عمل ضم جسمه طب ليش أنا متأكد إنكم عرفتوا ضمت جسمه هاي لما ضم إيديه ورجليه رجليه يعني ثناهم ولزقهم في بطنه معتوا شو عمل في كتلته أعادة توزيعها حول محور الدوران صح لأنه الآن لما بده يدور صح بتصير يلف محور الدوران في النص بتدور حواليه طبعا محور وهمي تمام فهو لما بضم حاله جمع كتلته حول محور الدوران يعني خلى الكتلة قريبة على المحور معتوا شو عمل في الإنيرشا قلله صح إذن هو لما بنزل وبيلم حاله قلل الإنيرشا له هذا اللي صار طبعا لما بقلل الإنيرشا رح نشوف كيف سرعة دورانه بتزيد أجب عما يلي لماذا ضم الغطاس قدميه وذراعيه نحو جسمه في أثناء أدائه لحركات الدوران ليجعل توزيع الكتلة قريبا من محور دورانه فيقل عزم القصور الذاتي له طب هو ليش بده عزم القصور الذاتي له يقل عشان سرعة تزيد بس هذا يجاي في الأفرع الأخرى هذا طبعا فرع ألف هذا فرع ألف نيجعل فرعبا فرعبا بيقولي ما الذي يحدث لزخمه الزاوي بعد ضم قدميه وذراعيه طبعا بالنسبة للزخم سواء الخط أو الزاوي إحنا لن نتعامل إلا مع الأنظمة المعزولة فإذا كان النظام معزول الزخم محفوظ سواء كان خط أو زاوي طبعا هون إحنا بنحكي عن الزاوي نحكي يبقى ثابتا ليش؟ لأنه محفوظ حفظ الزخم الزاوي فيبقى ثابتا جيم جيم بيحكي لي ما الذي يحدث لمقدار سرعته الزاوية بعد ضم قدميه وذراعيه طيب هذا يا أستاذ طبعا سرعته تزداد تزداد طب ليش؟ بنحكي بناء على قانون حفظ الزخم الخط الزاوي الآي ده تساوي الفاينل الانيشيل تساوي فاينل القانون الزخم الزاوي طبعا هو آي أوميغا انيشيل انيشيل لازم تساوي آي فاينل أوميغا فاينل إحنا الآن لما هو ضم رجليه وإيديه شو اللي صار في الآي آي آي الجديدة قلت مش هيك اتفقنا طيب وقلنا أنه الزخم لازم يظل متساوي يعني إذا هدول ضربهم حاصل ضربهم عشرين لازم هدول شو يظلوا عشرين طب كيف دون نظلوا عشرين وواحد منهم نقص أكيد لازم شو نعمل في الثاني اللي هي السرعة نزيدها حتى يبقى حاصل الضرب ثابتا هدول أربعين لازم يظلوا أربعين طب كيف دون نظلوا أربعين والإنيرشيل نقص نزيد السرعة ثم فالسرعة تزداد وهذه قاعدة هذه قاعدة دائما لما الزخم الزاوي محفوظ إذا قللت الإنيرشا عزم القصور الذاتي سرعة بتزيد زدت الإنيرشا السرعة بتقل تمام طيب دال دال بحكي لي ما الذي يحدث لمقدار طاقته الحركية الدورانية بعد ضم قدميه وذراعيه الجواب السريع تزداد طب ليش يا أستاذ تعالوا نشوف ليش احنا بنعرف أن الكاينتك انيرجي روتاشنال هي نص اي اوميغا تربيع وبنلاحظ من هذا الحكي أن العلاقة بين الإنيرشا والكاينتك انيرجي طردية وكذلك العلاقة بين اوميغا والكاينتك انيرجي برضو طردية لكن بتلقظ أن الكاينتك انيرجي تتناسب طرديا مع آي وتتناسب طرديا مع مربع اوميغا وهذا يعني أن تأثير اوميغا على الكاينتك انيرجي أكبر من تأثير آي عليها فمثلا أنا آي إذا زدتها من واحد لتنين يعني زدتها مرتين ضعفتها كانت واحد صارت اتنين شو بصير في الكاينتك انيرجي؟ بتزيد مرتين برضو يعني زيد هاي مرتين هاي بتزيد مرتين زيدها ثلاث بتزيد ثلاث اوميغا لا اوميغا لأنه فيه تربيع لو زدتها مرتين مرتين تربيع أربعة زيد اوميغا مرتين بتزيد الكاينتك أربع مرات زيد اوميغا ثلاث مرات تربيع تسعة بتزيد هاي تسع مرات زيد اوميغا أربع مرات تربيع ستاش بتزيد هاي ستاشر مرة ولذلك تأثير اوميغا على الكاينتك انيرجي روتاشنال أكبر من تأثير آي يعني حتى لو آي نقصت وأوميغا زادت شو بيصير في الكاينيتك بتزيد ليش لأنه أوميغا تأثيرها أكبر إذن هون قاعدة لا تنسوها قاعدة تأثير أوميغا على الكاينيتك أكبر من تأثير آه إن شاء الله إنه هذا الكلام واضح هذا كان سؤال سبعة طيب رح ننتقل لسؤال تمانية لكن رح نمسح اللوح ونشوف سؤال تمانية السؤال تمانية بيحكي أستخدم الأرقام يعني سؤال حسابي تدور لحظه أغلب الأسئلة اللي راحت كانت حول مفاهيم الدرس شو يعني إنيرشا شو يعني العزم إلى آخره بيحكي لي هون تدور عرب الدولاب هوائي في مدينة الألعاب بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة طبعا مدام تتحرك بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة إذن إزاحتها الإزاحة الزاوية إلها موجبة سرعتها الزاوية موجبة فتمسح إزاحة زاوية مقدارها إذن إزاحة الزاوية اللي هي دلتة ثيتا بيقول لي واحد ونص راد خلال ثلاث سكند هذا اللي هو الزمن دلتتي وبينانا عليه بيقول لي احسب مقدار السرعة الزاوية المتوسطة للعربة سؤال ما في اشي يعني مباشر هذا هو سؤال ثمانية بيبدو أوميغا متوسطة اللي هي بكتب قانونها دلتة ثيتا على دلتتي ويساوي هو حكا لي إن الإزاحة واحد ونص تماما وبقسمها على ثلاث ويطلع يساوي طبعا واحد ونص على ثلاث كل واحد بأخذ نص يعني بيطلع الجواب نص بس أنا بديك دايما وإنت تحل أعود لحالك استخدم الآلة الحاسبة عشان إيدك تاخد عليها بشكل جيد وفي الامتحان ما تغلبك إذن واحد ونص تقسيم ثلاث بيطلع الجواب إذن زي ما حكينا نص ووحدة تبعت السرعة راد لكل سكند هذه الإجابة طبعا إحنا حكينا إنها رح تكون موجبة كيف عرفنا إنها موجبة لأنه قال لي عكس تجاه حركة أقارب الساعة هذا بس هو سؤال ثمانية سؤال ثمانية إذن سؤال مباشر على القانون ما فيه أي فلسفة سؤال تسعة بيجيبوا أسئلة سهلة زي هيك جابوا هذا المستوى طبعا بيجي يا أستاذ لأنه امتحانك الوزاري فيه أسئلة سهلة فيه أسئلة متوسطة وفيه أسئلة صعبة الأسئلة الصعبة قليلة طبعا موجود سؤالين ثلاث تلاقيهم صعبات أغلب الامتحام تكون أسئلة تقريبا متوسطة وفيه يعني عدد لا بأس به من الأسئلة بيجي سهل جدا والله يكثر الأسئلة السهلة يلا نشوف تسعة أستخدم الأرقام أيضا تستخدم فاتن مفتاح شد لشد صامولة هذا هو مفتاح الشد وهاي الصامولة لأنني أكتبه دائما في مفاتيح الشد هاي الصامولة اللي بدي أشدها وأرخيها هي محور الدوران دائما محور الدوران دائما الصامولة اللي بدي أحركها هي محور الدوران بتلاحظوا نقطة تأثير القوة F هايها على الطرف المسافة بينها بين محور الدوران اللي هي طول المفتاح كامل فطول المفتاح اللي هو هذا هو R اللي هو متجه الموقع طيب أستعلم بالشكل والبيانات المثبتة فيه للإجابة عن ما يأتي علما بأن مقدار العزم مقدار العزم اللازم يعني هذا تاو لفك الصامولة يساوي 50 نيوتن في متر طيب ألف احسب مقدار القوة اللازم التأثير بها في طرف مفتاح الشد في الاتجاه الموضح في الشكل يعني F هاي مجهولة بده يعني أحسب له إياها طيب من عنده أحسب له إياها فيه إشي غريب في السؤال هو عادة بعطيك القوة وبطلب منك تحسب العزم بتلاحظوا في هذا السؤال شو أعطاني أعطاني العزم معطيه على طول ده أنتبه له لأنه هذا معطى غريب هو بالعادة ما بعطيني تاو هو بالعادة بعطيني القوة وR ويقول لي إحسب تاو صح؟ معطيه بأنتبه لها وببدأ منها هذا معطى غريب بده أستفيد منه ألف باجي بحكي أصلا تاو هي تساوي F R ساين ثيتا تاو خمسين جاهز يساوي F مجهولة R اللي هي خمسة وعشرين سنتيمتر بقسم على مية عشان أحولها لمتر تمام؟ أو خليها ماشي خمسة وعشرين بس بتضربها في عشرة قوة سالبة اتنين عشان تحولها لمتر في ساين تعالوا نشوف الزاوية هاي بيحور الدوران بروح منه لنقطة التأثير هاي وبكمل هذه R صح؟ هاي نقطة التقاطع بين R وبين F هاي طلعوا سهم F والرايح هيك ما تترى هاي هي الزاوية دير بالك صح؟ ما تنخدع بتروح تأخذ الثلاثين هاي المحور بطلع منه عشان أشوف R تمام؟ وبكمل هذه R وف هاي هاي خارج مع خارج السهم الطالع مع السهم الطالع بينهم هي الزاوية البدي إياها صح؟ هادي ثيتا طب كم؟ تلاحظوا الزاوية كاملة هاي تسعين راح منها تلاتين شو بيضل؟ ستين إذن زاويتك يا أستاذ ستين وليست تلاتين دير بالك إذن ساين الستين ماشي؟ معناته F الآن صارت في المجهول الوحيد الآن بنكمل حل السؤال باستخدام الآلة الحاسبة طيب مثلا عندي ساين الستين هاي ساين الستين ساين الستين اللي هو سبعة وثمانين بالمية تقريبا هذا بطلع 0.866 تمام طيب الآن F تساوي خمسين هاي وبقسم على معاملها يعني في عندي هون خمسة وعشرين ضرب عشرة قوة سالب اتنين في ساين الستين اللي حكينا تمانية ستة ستة طيب طبعا خمسين على خمسة وعشرين بيظل اتنين صح؟ إذن F تساوي الآن شو بعمل بحكي اتنين تقسيم 0.866 يساوي بتطلع اتنين فاصلة تلاتة تقريبا في عشرة طبعا بعد التلاتة تقريبا في صفر تسعة ممكن اقربهم لواحد ماشي في عشرة قوة طبعا هاي العشرة قوة سالب اتنين لما ارفح لفوق شو بتصير موجب اتنين وبناء عليه لو بدي موجب اتنين يعني بحرك الفاصل لليمين منزلتين فبطلع الجواب بنتين واحد وثلاتين نيوتن تمام؟ إذن بقول لي احسب مقدار القوة هي حسبنا له اتنين أو با فرع با بحكيلي احدد اتجاه دوران مفتاح الشات تعالوا شوف هاي اف صح؟ اف رايحة هيك يعني بدي تسحب المفك هيك بتسحبه هيك صح؟ هيها اف وهي محور الدوران فانا لما اسحب هيك دا حركوا هذا اتجاه يعني مع عقارب الساعة مع اتجاه حركة عقارب الساعة واضحة جدا هاي اف دا تسحب وتحركوا هيك يعني مع عقارب الساعة طيب هذا كان سؤال سؤال تسعة سؤال تسعة نروح الان على سؤال عشرة طيب في عنا وسع آم شو رايكو نمحي تسعة راح نمحي تسعة نيجي شوف سؤال عشرة شو بحكي سؤال عشرة سيكون معنا مسافة كافية هاي سؤال عشرة طيب تعالوا شوف سؤال عشرة بحكي لي قوتان متوازيتان هاي ها متساويتان مقدارا ومتعاكستان اتجاها آها بلشت المعطيات تحكيه معي كان بتقول انتبه قوتان متساويتان مقدارا ومتعاكستان اتجاها طيب لو محور الدوران جاي في النص شو هاد مش هاد عزم ازدواج صح او ازدواج اذا شو بنلاحظ هان قوتان متساويتان مقدارا ومتعاكستان اتجاها وخطوط العمل غير منطبقة هذا ازدواج يا جماعة ازدواج ازدواج العزم الكلي ايوا العزم الكلي يا ابطال العزم الكلي اللي هو سيجما تاو في الازدواج تذكر شو بنسميه تاو كابل هو تاو كابل اللي هو عزم الازدواج هو العزم الكلي هو نفسه بس بسميه تاو كابل لما بكون ازدواج طيب اعطاني اياه 130 نيوتن في متر باتجاه حركة عقارب الساعة نفسه اتجاهه معته سالب احسب مقدار الزاوية ثيتا التي يصنعها خط عمل كل قوة مع متجه موقع النقطة تأثيرها كمان مرة طبعا ثيتا هيها رسم لي اياها اذا شو بحكي لي احسب مقدار الزاوية ثيتا التي يصنعها خط عمل القوة هاي خط العمل صح مع متجه موقع تأثيرها متجه الموقع بعدها من محور الدوران وبطلع هذا خط العمل هاي القوة شايفين هذه الزاوية هذه ثيتا بده يعني احسب له ثيتا طبعا في اكثر من طريقة للحل ممكن تحل انت على سيجما تاو عادي تشتغل ممكن تستفيد من موضوع الازدواج بسير خليني احللكوا اياها على الازدواج مثلا بسا في الازدواج باخذ انا خطي العمل صح دي دي بتكون البعد العمودي هيك صح ثيتا انت ما بدك ثيتا الان ممكن تاخذ هاي مثلا الزاوية هاي او الزاوية هاي ما عندي مشكلة بس بجوز لو تاخذ هاي احسن ليش؟ بعد ما تطلع هاي الزاوية هاي الزاوية اذا حسبت هاي انت ما بدك هاي طبعا انت بدك ثيتا بس اذا عرفت هاي الزاوية شو بتعمل؟ بتحكي الزاوية كاملة 180 بشيل منها هاي الزاوية اللي انا حسبتها تعطيني ثيتا بدي اشتغل على الازدواج طب خليه نشتغل عليه احنا بنعرف انه الازدواج اللي هو تاو كابل يساوي FD تمام؟ تاو كابل كم اعطاني اياه؟ تاو كابل اعطاني اياه 130 130 يساوي القوة بعوض واحدة منهم اللي هي 100 طيب في D D يا جمال هي هاي هذه D المسافة العمودية بينهم نقسم الطرفين على 100 على 100 بروحه وهون صفر بروح بظل عندي D تساوي 13 على 10 اللي هي 1.3 1.3 1.3 عندنا 13 تقسيم 10 1.3 1.3 تمام؟ هذه دي لسا انا ما خلصت حل هذه دي طيب دي هاي اللي ارجعنا على الرسمة بالنسبة للزاوية اللي انا بدي اياها خلي اسميها فاي الزاوية هاي اسميها فاي ماشي؟ طلعوا دي بالنسبة لها فاي شو بتمثل؟ بتمثل المقابل صح؟ هاي فاي دي مقابل الها المقابل اللي هو ساين دائم المقابل اللي بنربطه بالساين والمجاور بالكوساين فباجي بحكي ساين فاي يساوي المقابل على الوتر ساين ثيتا أو ساين فاي يساوي المقابل اللي هو دي صح؟ المقابل له دي اللي انا حسبته 1.3 على الوتر 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 يا ابطال بتلاحظوا هاي المثلث انا عندي هذا هاي زيوت القائمة هذا الوتر الوتر هو العصاي كاملة اللي طولها واحد ونص الوتر اذا هو طول القضيب كامل واحد ونص الان بقسم على واحد ونص تمام بطلع عندي يساوي 0.866 هذا قبل شوي طار اشترنا عليه مين الزاوية اللي ساينها 0.866 بجعل الآلة الحاسبة شو بعمل بكبس شفت ساين وبدخل الرقم 0.866 يساوي بتطلع الزاوية ستين فاي تساوي ستين درجة بذكر لسه مش هذا هو المطلوب ولا المطلوب ثيتا هسا فاي زائد ثيتا بتلاحظوا جايين على خط مستقيم صح جايات على نفس الخط المستقيم معتم مجموحهم لازم يكون مية وتمانين فاي حسبتها ستين فباجي بحكي ناقص ستين ناقص ستين بروحوا ويضع الثيتا اللي بده إياها تساوي مية وعشرين درجة هذه هي ثيتا المطلوبة يعني هذا هو الجواب النهائي في طرق تاني للحل بس هاي طريقة فيها فوائد انه انت بتتعلم كيف تتعامل مع الازدواج لانه كان ممكن أحللك إياها عن طريق سيجما تاو تمام؟ طبعا في أيضا ممكن انت تعتمد على ان دي تساوي اثنين آر ساين ثيتا حيث آر هو فقط نص القضيف تضرب في اثنين بسير الطريق انا في رأيي للفهم والوضوح هي افضل شيء هذا كان سؤال عشرة طيب رح اوقف عنده ونكمل بقية الاسئلة ان شاء الله في حصة قادمة قريبا ان شاء الله ونكتفي بهذا القدر يعني لحد هون خليكم تدربوا عليهم يعطيكم الف عافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة